السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في الدرس الخامس من دورة تعلم الكوديجنيتر فريمورك سنتكلم في هذا الدرس عن طريقة أعداد الكوديجنيتر فريمورك قبل البدء في الدرس أحب أن أضيف فكرة بالنسبة لملف .htaccess كما ذكرنا سابقاً نستطيع إضافة مجلد لنسمح بالوصول إليه أو اسم ملف نستطيع أيضاً إضافة نوع من الملفات مثلاً على هذه الطريقة ملف .css بهذه الطريقة نضع نجمة .css الآن سيسمح السيرفر بالوصول إلى أي ملف .css بالنسبة لإعداد الكوديجنيتر فريمورك يتم عن طريق الانتقال إلى مجلد application ثم إلى config لدينا عدة ملفات لإعداد الفريمورك سنتحدث حالياً عن أهم الإعدادات بالنسبة لملف autoload يستخدم هذا الملف لتضمين المكتبات أو الهيلبرز أو الموديلز بشكل تلقائي عند بدء تشغيل الكوديجنيتر الآن سنقوم بتضمين مكتبتين database و session بهذه الطريقة database نضع فاصلة session أي عدد من المكتبات نضع فاصلة الاسم نكتب اسم المكتب الآن سنقوم بتضمين tohelperz url يكفي url بالنسبة لملف config سنقوم بإعداد base url وهو الرابط الرئيسي سنتكلم عن استخدامه فيما بعد هنا نكتب بمأننا على local host نكتب http local host slash اسم المجلد الذي يحتوي على التطبيق أيضا سنقوم بإعداد لاحقة هذه اللاحقة سيقوم الكوديجنيتر بتجاهلها في نهاية الروابط أيضا لدينا هنا الرموز المسموح تواجدها لبن الروابط a2z09 وهذه الرموز أيضا يحرف غير هذه المحارف الموجودة هنا سيصدر الكوديجنيتر خطأ ولن يسمح بالوصول إلى التطبيق أيضا سنقوم بضبط encryption key في الواقع تستخدم لتشفير السيشن سنقوم بوضع أي مفتاح بشكل عشرائي هكذا نكون انتهينا من إعداد الconfig الآن ننتقل إلى الdatabase سنقوم بوضع اسم السيرفر هنا واسم مستخدم الdatabase هنا ثم الباسورد ثم نضع اسم المكتبة التي نرغب بالاتصال بها في الواقع يجب أن تكون هذه المكتبة موجودة فعلا وإلا سيصدر أخطاء ثم بالنسبة لملف routes من خلال هذا الملف نقوم بإعداد الcontroller الرئيسي وهو هنا welcome الcontroller الرئيسي يقوم الcodignator باستدعائه عندما يكون الرابط لا يحوي على اسم الcontroller بهذا الشكل أيضا سيقوم باستدعاء الmethod index ضمن هذا الcontroller بشكل افتراضي هذه هي المسود index هكذا نكون قد انتهينا من أعداد الcodignator framework استردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته